تستعد السلطات الإيرانية لبناء سد شرف شاه في وادي حران بعد أن قطعت المياه عن ناحيته مندلي وقزانيا مليارات الأمتار من المياه فقدت من العراق كانت تغذي آلاف الدوانم من المناطق الزراعية واتهامات لإيران بتعطيش هذه المناطق أقدمت على بناء سد شرف شاه في منطقة سومار وبالتالي المياه ستنقطع عن مناطق مندلي وقزانيا وهذه السيول التي كنا نشاهدها في الأعوام السابقة ستنقطع بل تنقطع تماما المياه بسبب هذا السد مع كل الأسف أن الجانب الإيراني تناسوا بأنه يتبنون صداقة العراق وجيرة العراق ومن هذه القضايا غياب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وعدم جدية الحكومة العراقية بالحفاظ على الثروة المائية أفقد العراق حقوقه من المياه وتواطب بعض الجهات لصالح دول إقليمية ساهم بتدمير الثروة الزراعية وجفاف الأراضي هكذا يرى مراقبون بالتالي المعيب هنا على الحكومات المحلية كانت أو اتحادية لماذا لا تستفاد من هذه المياه طيلة هذه السنوات هناك مشروع وزاري اتحادي من قبل أكثر من ثمان سنوات لإنشاء سد في وادي حراني اللي ممكن يتحمل أكثر من سدين سواء الجانب العراقي أو الإيراني لكن تباطئ الحكومة الاتحادية هو اللي حال دون ذلك في حال عدم وضع حلول من قبل الحكومة المركزية قد تلجأ بعض القرى إلى الهجرة لمناطق أخرى للبحث عن مصدر مياه وتحذيرات من كارثة إنسانية قد تصيب هذه القرى في الأيام القادمة إذ ما عرفنا أن بعض المناطق والقرى تعتمد على الزراعة على مصدر رئيسي للدخل لها في حالة توقف الزراعة أو انخفاض مناسب المياه بشكل كبير ممكن أن تؤدي بهذه القرى للنزوح والبحث عن مصادر للدخل في المدن قلة تدفق المياه في الأنهر التي تدخل البلاد وقطع المياه من إيران ورقة ضغط تمارس ضد الحكومة العراقية والخاسر الوحيد هو المواطن في العراق من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائي